من واسكو ينضم إلينا أشرف الصباغة الكاتب والمحلل السياسي سيد أشرف تسير دورات مشتركة المراقبة هل تعيدنا إلى اتفاق خفض التصعيد في سوتي أم أن سوتي قد انتهى باختلاف جغرافية وديمغرافية الشمال السوري يعني سوتي وأستانا صغتان قد انتهى مفعول العمل بهما وهم في الوقت الراهن في الحقيقة غير صالحتين لأي تعملات أو لأي إجراءات نحن الآن نبدأ من جديد عند خطوط تماس جديدة والاختبار الذي حصل خلال الأسابيع الماضية أثبت أن موسكو وأنقرة لا تزالان بحاجة إلى بعضهم البعض حتى وإن كان ذلك على أرضية هشة وحتى إذا كانت الثقة قد وصلت إلى نسبة حرجة وإلى خط أحمر بين روسيا وتركيا ومع ذلك فالطرفان لا يزالان بحاجة إلى بعضهم البعض طيب تركيا صرحت بالأمس أنها لن تتوانى عن القيام بأي عمل عسكري أقوى في إدلب في حال خرق وقف إطلاق النار ماذا تعني هذه التصريحات في وقت تخلى فيه الجميع عن أردوغان بما فيهم أمريكا وأوروبا ولازالت إدلب تتمتع بغطاء جوي روسي هل الموقف الروسي هنا بحجم هذه التصريحات؟ الموقف التركي عفوا يعني أعتقد أن في هذا التوقيت سؤالك على فكرة في غاية الأهمية وتحديدا في علاقته بالتوقيت وتخلى الجميع عن تركيا وعزل نظام رجب طيب أردوغان عن محيطه العربي والإسلامي ومحيطه الأوروبي وحتى عن شركاء في حلف الناتو طبعا تهديدت أردوغان في منطقة الخطورة بالمناسبة لأن ظهره الآن للحائط ليس له حلفاء وليس له أصدقاء لا توجد منافذ للعالم غير روسيا التي نجحت في عزله والآن تسيله إلى أوراق وتستخدمه سياسيا وتستسمره حتى ضب أوروبا وضب ولاية المتحدة هل هي رسالة طمأنة للجماعات المسلحة التي يدعمها أردوغان لإظهار عدم تخليه عن إدلب والذي يخشى انقلابها عليه أن تتخلى عن تعهداته وهل يوجه أيضا رسالة إلى المعارضة المتنمرة داخليا أنا أعتقد أن أردوغان يشعر طبعا بالتنمر المعارضة ضده من الداخل ويشعر بإمكانية فقدان ثقة حلفائه سواء كانوا السوريين أو غير السوريين ولكن هذه الرسالة أنا أعتقد أنها موجهة إلى الحليف الروسي فأنه لا يجب الضغط على أنقرة أكثر من ذلك إذا كان أردوغان قد تنازل طوال هذه الفترة وسمح للروس بأن يساعد نظام دمشق إلى هذه الدرجة وأن تكون هنا خطوط تماث جديدة وبالمناسبة أردوغان إذا كانت وسائل الإعلام الروسية وبعض المسؤولين الروس قد صرحوا قبل يوم واحد بأن تركيا سوف تسحب ألياتها الثقيلة من نقاط المراقبة فقد كذبت تركيا بث هذه التصريحات والتي اعتبرتها أسافيين تدق بينها وبين حلفائها من المعارضة ومن غير المعارضة هذا جانب وبالتالي الأمر هنا هو تحزير روسيا من أن الضغط أكثر من ذلك قد يكون له نتائج غير محمودة العواقب خاصة وأن روسيا نجحت مجددا في تعويم نظام بشار الأسد من جهة وهذا النظام موجود الآن على كافة وسائل الإعلام وأنه يقوم بمهمه ليس فقط في دمشق وإنما في دولة سوريا وفي الدولة المجاورة حاليا وإنما منع تدافق المزيد من اللاجئين إلى تركيا وفق مراقبين شكرا جزيلا لك سيد أشرف الصباغ الكاتب والمحلل السياسي